الرسميات والورد لا تصفق سلام عليكم مرة أخرى إخوة أنا أشكر لكم هذا الحضور وهذا اليتعام لكن كلام الله جليل ما كان ينبغي أن يكون مقرونا بالتصفيق هذا أول ثم إنه قد من الله علينا وعليكم بالحضور هذه وصية عامة الطريق إلى الله أعظم سبيل يمكن أن يقطه العبد لكن الإنسان لن يصل إلى الله إلا بالله ويصل الإنسان بالله إذا خلصت نيته لربه وكان صادقا وهو يتقلب على فراشه في الليل أنه يريد من الله عز وجل أن يهديه المهم أن لا ينطوي قلبك على أن تعصي الله لا تخرج من بيتك وقد بيتت أن تعصيه ولا تمسي وأنت قد بيتت أن تعصيه بل يكن أمرك على الضد تمسي وتصبح على أنك تحب أن تطيع الله فإذا وقع من العبد هذا فإن الله عز وجل أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسع من أعطى وقد قال وقوله الحق إن الله لا يضيح أجر المحسنين وطرائق الوصول إليه جل وعلا تنقسم إلى قسمه قسم يتعلق بالقلب وقسم يتعلق بالجوارح فأما ما يتعلق بالقلب فليس فيه مبلغ عذر قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل وأما ما يتعلق بالبدن والجوارح فهذا الذي يأتي له العذر قال الله فاتقوا الله ما استطعتم أي بجوارحكم فأما ما يتعلق بالقلب فلابد فيه من ثلاث محبة الله والخوف منه والطمع في رحمته محبة الله والخوف منه والطمع والرجاء في رحمته ينطوي عليها القلب فيكون القلب معظما محبا مجلا لربه ثم لا بد أن يظهر أثر هذا على الجوارح فيرى المؤمن في نفسه ميلا إلى الطاعة من عرف الله يستحي من الله أن يسمع المؤذن ولا يجيب ومن عرف الله يستحي أن يأوي إلى فراشه وقد بيت أن لا يقوم لصلاة الفجر ومن عرف الله يستحي من الله أن يرى القرآن يرى المصحف يوما بعد يوم وليلا بعد ليلة ولا يفتحه ويقره فيه ومن عرف الله حقا استحي من الله أن يتناديه أمه أو يناديه أبوه فيعرض عنهما وقد علم أن الله أز وجل أوصى بهم ومن عرف الله حقا استحي من أن يقل ذكره لربه والله يقول ولذكر الله أكبر ومن ومن عرف الله حقا استحي من الله عز وجل أن تمر عليه سني حياته وأيامه وشهوره دون أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله الله يحب من يقبل عليه يحب من يتوب إليه يحب من يرجوه يحب من يسأله يحب يحب من يأفر وجهه في السجود إجلالا لا يحب من يذكره يحب من يسبحه يحب من يثني عليه وأعظم الناس حالا من عرف الناس بربهم جل وعلا وما قضى أنبياء الله ورسله حياتهم إلا في التعريف بربهم جل وعلا ليل نهارا وهم يدعون الناس إلى عبادة ربهم لا يدعون الناس إلى أنفسهم والمراد أرى جمّا من الشباب كثيرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله في هذا المحفل وحقهم على أنفسهم عظيم وسأوصي بي وصيدني تتكرروا مني كثيرا لكن أظنك يا أخي لو عملت بها أفلحت وآي في ثلاث لا تصبح يوما وقد خلا ليلك ولو من ثلاث ركعات لله ولا يمضي عليك يوم لم تقرأ فيه ولو آية من المصحف والثالث لا يمضي عليك يوم لم تستفيه برا إلى والدك أو والدتك كل ما قلته يبقى سبب وقد ينفعك الله به وقد ينفعك الله بغيره وقد ينفع الله من لم يحضر ولم يرني ولم يسمعني ويحرم من قد حضر وسمع لأنه لا أحد يهدي إلا الله أسهل الله لي ولكم الهداء صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين